بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الآن نبدأ بالمرتبة الثانية من مراتبة الدين الإيمان الإيمان يعرف بأنه قول باللسان وإعتقاد بالقلب وعمل القلب وعمل الجوار يزيد بالطاعة وأنقص بالمعصر قول باللسان تقول لا إله إلا الله تعتقد بالقلب ولا تشك واحد بالميع تعتقد أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية والألوهية والأسماية والصفات والتعمل بقلبك مثال تخاف من الله سبحانه وتعالى تحب الله ولا تحب أحد مع الله تعتقد أن الله سبحانه وتعالى einen soll ، وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى منه يزيد بالمعصير والتعمل بالجوارك مثال تدفع الزكاة نعم أركان الإيمان ستة إيمانًا 6 تركوا الأول أن تؤمن بالله برنكسي الله إيمان كيف أؤمن بالله؟ الله كيف أؤمن بالله؟ تؤمن بتوحيد الرمويه والألوهي والأسماع والصفات الله أعطى الرمويهات و society أعطى صفاتي أعطى تؤمن بالله الأعطى الله بغرهكه انه دائما ما هل أعطى الأعطى? الله يغير يغير الهدفة إنه يذبت وإذا يستحيل أن يأتي العاقل وإنظر في هذا الكون ويثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبل يوجد أكبر قاتل ي carbohydل عقل فقط العقل لا يمكن أن يأتي عاقل وإنظر في هذا الكون إلا ويثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبل سبحانه وتعالى أولاً داليل بول عقل بير آدم جاءت ترى بوشول دينيون بارن عيلاز عيلا نتشوهون جورب ترى أويزو جورتسو دقن سوز تصلاح باريكين دقن الثاني من الأدلة على وجود الله الحس تكون في كرق وشدة ترفعيدك السماع تقول يا رب فرجه تنفري النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو وإذا بالغاية ينزل داليل محسوس من الموس نرى الثالث الفطرة كل مولوده لدع الفطرة الرابع الشرع الأدلة من كتاب السنة كثيرة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى الثالث الفطرة أركن الثاني من أركان الإيمان أن تؤمن بالملايك ايقنشي ايمان دين ايقنشي تركوك توري ايقنشي بل فينشترها ايمان يتروي نؤمن بأنهم عالم غيبي غابوا عننا لا نراهم المترجم للقناة 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 المترجم للقناة